بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بإذن الله راح نكمل على شرح زميلتنا في برنامج جوجل كلاسروم جوجل كلاسروم يتيح لي كمعلمة أربع خانات رئيسية الخانة الأولى اللي هي ساحة المشاركات الخانة الثانية اللي واجب الدراسي والخانة الثالثة للأشخاص اللي تتضمن المعلم ومعلم مساعد وأيضا طلاب والخانة الأخيرة اللي هي الدرجات اللي هي تخص الطالب في ساحة المشاركات تمكنني أنا كمعلمة مني أضيف تعليق بأني أناقش الطالب وبأني أضيف إعلان للصف اللي أنا حاب أعلن فيه مثلا لو ضغطنا على إعلان للصف طبعا إحنا ما عندنا نصف واحد لو كان عندي أكثر من فصل راح أحدد الفصل لأنه أبيعلننا هذا الشي والطلاب لو كانت عندي أكثر من طالبة راح أحط علامة صح على طلاب ككل الطلاب راح يوصل لهم هذا البوست لو الطلاب معينة راح أحط علامة صح على الطلاب المعين اللي أنا حابة يوصل لهم هذا البوست الإعلان ممكن أكتب أجب عن السؤال التالي عندي هنا زر إضافة زر إضافة أقدر أضيف منه أربع شغلات ممكن أضيف ملف من جوجل درايب ممكن أضيف رابط أنا ناصخته وأرسله حق الطالب ممكن أضيف ملف من سطح المكتب وممكن أضيف من اليوتيوب لو حابي نضيف من جوجل درايب راح نضغط عليها ونضغط على ملفاتي ورح تطرع الملفات الموجودة على جوجل درايب مجرد ما أني أضغط على الملف اللي أنا أبيت راح أضغط على أدراج ورح ينزل لي هنا لو حابي أضيف رابط ممكن أنا أكون ناص خرابط حق الطلاب مجرد ما أني ألصغه هنا راح أضيفه ورح يطلع عندي ولو حابي أني أضيف ملف راح يكون عندي من سطح المكتب راح أضغط على براوس ورح أضغط على الموضوع اللي أنا حابته ورح أفتحه ورح ينزل ولو حابي أيضا أني أضيف منه اليوتيوب فرح أبحث عن الشيء اللي أنا حابته رح أكتب العنوان من فوق ورح أبحث عنه فمجرد ما أني اختار الموضوع اللي أنا حابته رح أضغط على إضافة طبعاً لو كان إعلاني أجب عن السؤال التالي من خلال مشاهدة الفيديو هذا برح خليني أحتاج الملفات الأخرى فرح أحذفها ورح أخلي عندي بس الفيديو مثلاً أذكر أركان الصلاة فأحنا إحني إحقب ما حطينا الشيء اللي إحنا حابين نطالب جاوب عليه نقدر نضغط على زر مشاركة لو حاب أشاركة على طول رح أضغط على مشاركة لو حاب كجدول زمني أضغط على جدول زمني وأحدد الوقت التاريخ والوقت اللي أنا حابة ينزل فيه هذا البوست وأضغط على جدول زمني رح ينزلهم في نفس التاريخ والوقت اللي أنا حاطته ولو حاب أني أحفظك همسودة رح أحفظك همسودة ومن ثم متى ما حبيت أنزله رح أنزله ولكن إحنا رح نضغط على مشاركة ولحاب ألغي رح أضغط على إلقاء لو إحنا سوينا المشاركة رح ينزل عندي في ساحة المشاركات لو حاب أعدل عليه رح أعدل عليه من هذه الخانة ولو حاب أحذفها همان رح نقدر نحذفها ولو حاب أن ننسخ الرابط أنا أقدر ننسخ الرابط نحن نروح إلى الخانة الثانية اللي هي الواجب الدراسي عندي الخانة الثانية اللي هي الواجب الدراسي عندي لها ثلاث أشياء رئيسية إنشاء وتقويم جوجل ومجلد درايب مجلد درايب اللي يخص الصف نفسها مجلدات اللي موجودة في الدرايب عندي تقويم جوجل شرحتها زميلة وعندي قائمة إنشاء وهي أهم قائمة اللي تمكنني من إنشاء مهام دراسية وممكن أقسم المواضيع اللي أنا حابتها لوحدات معينة ورتبها في الطريقة اللي أنا أشوفها مناسبة دي كمعلمة وأبي الطلاب يشوفونها في هذه الطريقة لو ضغطنا على قائمة إنشاء أقدر أنشئ تكليف وأقدر أنشئ اختبار وأقدر أوجه أسئلة وأقدر أضيف لهم المادة في شكل PDF أو في صيقة Word أو PowerPoint وأقدر أستخدم نفس البوست إلى صفوف أخرى وأقدر أقسم الواجبات الدراسية إلى وحدات مثل لو في من خانة موضوع مثل لو حابين نقسم إلى خانة الواجبات رح نضيف خانة الواجبات رح نضيفها فتكون هنا عندي خانة للواجبات ولو حاب أضيف خانة للاختبارات رح تكون عندي خانة للاختبارات ولو حابين أيضا خانة للواجبات رح هم نحط خانة للواجبات موجودة عندنا من قبل فبس راح نضيفها الواجبات المناقشات راح نضيف المناقشات فهي عندي ثلاث خانات رئيسية له وهي المناقشات والاختبارات والواجبات بحيثني لو أبناقش الطال في موضوع معين راح أروح لهذه الخانة وأناقش فيها لو حاب أضيف إختبار راح أضيفها في هذه الخانة ولو حاب أضيف واجب راح أضيفه في هذه الخانة عندي من ثلاث نقط هذه أقدر أعيد التسمية لو حاب أعيد تسمية هذا الموضوع أو هذه الخانة وأقدر أيضا بأني أحذفها وأنسخ الرابط وأعيد ترتيبها ممكن أن أقلها لأسفل وأخلي الخارات الثانية تتقدم عليها أو أن أعيد الترتيب في الشكل أحابته الحين نوصل على إنشاء التكليف إنشاء التكليف شون راح ننشأ التكليف؟ أولا راح نحط عنوان للتكليف ممكن أجب عن السؤال التالي فهني حطيت عنوان للتكليف لي وقجوا عن السؤال التالي ممكن أضيف تعليمات إذا أنا حاب أضيف تعليمات وممكن أضيف من ملف من جوجل درايب ممكن أضيف لي رابط ممكن أضيف لي ملف من الدسكتوب ممكن اضيف اليوتيوب طبعا نحن حابة نضيف ملف راح نضغط على براوس وراح نضيف ملف معين ونضغط على فتح وراح يكون موجود عندي في الاضافات لو انا حابة ان الطلاب كلهم يعرضونه راح اضغط على هذا الخيار وان كل الطلاب عرضوا ملف لو حاب بس أن الطلاب يعرضون عليها رح أضغب على هذا الخيار ولو حاب أنشئ نسخة لكل طالب رح ينشئ نسخة لكل طالب لكن أنا بس حاب أن الطلاب يعرضون هذا الملف طبعا عندي هذه القائمة جدا مهمة عندي صف لو كان عندي أكثر من الصف رح أحدد صف اللي أنا حابته ولو كان طلاب معينة أنا بأي وصل لهم هذا التكليف رح أحت علامة صح على الطلاب المعينة ولو حابة كل الطلاب طبعا لو حابين كل الطلاب راح احط علامة صح على كل الطلاب ولو حابة طلاب معين راح احط علامة صح على الطلاب اللي انا حابة يوصلهم هذا التكليف النقاط اللي هي درجة التكليف ممكن احط عليها 10 درجات تاريخ التسليم ممكن اختار لي وقت وممكن اختار لي يوم واختار لي وقت معين يوصل لهم هذا التكليف الموضوع هني بيانت لي اهمية الخانات اللي انا سويتهم راح احط هذا التكليف في خانة الواجبات عندي هذه الخالة جداً مهمة اللي هي القواعد الأساسية هي قواعد أنا اتبعها كمعلم في التغييم عندي إنشاء قواعد تغييم ممكن أعيد استخدام قواعد تغييم ممكن استيراد بنجدول بيانات جوجل طبعاً إحنا ما عندنا راح نسوي قواعد تغييم عندي عنوان المعياب ممكن أقول الرجاء الإجابة عن الأسئلة أو الرجاء الإجابة على الأسئلة النقاط ممكن أنا أقول لو جاوب لي على خمس أسئلة صحيحة راح أقول إنه هو جيد جداً ووصفة ركز أكثر فلو حابين نضيف أيضاً راح نضغط علامة زادة ونضغط على علامة إضافة معيار لو جاوب لي على عشر أسئلة صحيحة راح أضع عنوانه ممتاز أو مستوى ممتاز ووصفة أحسنت هني حطيت معيار لو أنا عندي هذه الخانة اللي هي إصدار النتيجة مفعلة راح يطلع لي جاوب على السؤال وشنو مستواه الوصف لو أنا سكرت هذه الخانة أو أوقفت تفعيلها راح يطلع لها بس ممتاز وأحسنت بدون درجة تقييم لكن احنا راح نفعلها طبعاً إذا حابين نضيف أكثر من معيار راح نضيفها من هذا الخيار اللي هو إضافة المعيار ولكن احنا نكتفي في هذا القادر ونضغط على حفظ راح نحفظ عندي هذه القاعدة مالس التقييم طبعاً أنا كتبت أجبع عن السؤال التالي فأنا أنا أقدر أضيف أكثر من خيار ممكن أقول أجبع السؤال التالي من خلال من خلال مشاهدة الفيديو فراح أضغط على إضافة وراح أضغط على خانة اليوتيوب وراح أحدد له الشيء اللي أنا أبيه مثلاً أركان الصلاة راح أضغط على بحث وراح أحدد له الفيديو اللي أنا حابته وراح أضغط على إضافة طبعاً هذه ما راح أحتاجها لكن بس أبي وضح لكم هذه الطريقة راح أحدف هذا الخانة وراح أضغط على الفيديو اللي أنا حابته يجيب عليه فبعدين راح أضغط على تعيين عندي تعيين في لها منها سهم طالع عندي تعيين على طول عندي جدل زمني أني أحط له وقت معين وتاريخ معين وممكن أحفظه كمسودة ومتى ما حبيت أن أزل هذا التكليف أن أزله ممكن ألقي المسودة لكن احنا راح نضغط على التعيين ولكن احنا ما وضحنا هذا السؤال أجب عن السؤال التالي من خلال مشاهدة الفيديو اذكر أركان الصلاة وراح نضغط على تعيين راح ينزل لي الواجب في خانة الواجبات ممكن أني أعدل عليه ممكن أني أحذفه وممكن أني أنسخ الرابط طبعا هني راح يوضح لي أنه تم تعيين عمل له أنه حطيت للطالب هذا لو كان عندي أكثر من طالب راح يوضح لي أنه أكثر من طالب تم تعيين العمل له ولكن لم يتم تسليم أي مهمة ما تسلم الطالب للحين أي مهمة لو سلم راح يوضح لي هني وكام حصل على الدرجة الحين راح نروح على كيف ننشأ اختباء أولا نكتب له عنوان مثلا يجب عن السؤال التالي ممكن أحط تعليمات إذا نحب تعليمات ممكن أضيف لهم رابط مثلا نضيف رابط هني مثلا نضفت هذا الرابط كأحتياط لهم يطلعون عليه وهذه الفورمولة مالة الامتحان أو الكوز وهني الصف والطلاب اللي أنا محددتهم النقاط مثلا راح نحط درجة هذا الاختبار عليه أمية التاريخ راح نحطه يوم 28 راح نحطه في نفس هذا الوقت الموضوع في أي سكشن راح أحطه في سكشن الاختبارات والقواعد هني ما راح نشأ قاعدة راح أعيد استخدام قواعد تقييم اللي احنا سويناها قبل شوي واضغط على اختيار فطلعت لي الغاعدة اللي راح أتبعها في هذا الكوز لو ضغط على الكوز فهني هذه الفورمولة مالة الكوز لو حابة أضيف وصف حق الكوز ممكن أكتب اختبار قصير عندي هني إذا حابة أضيف سؤال أقدر أضيف سؤال ممكن أختار نوعية السؤال ممكن يكون إجابة قصيرة ممكن يكون فقرة ممكن يكون اختيارات محددة ممكن يكون مربعات اختيار ممكن تكون قائمة مسدلة ولكن احنا راح نحطه اختيار متعدد ممكن نقول أجب عن السؤال التالي نحط الخيار مثلا خيار نحط رغم واحد ونحط الخيار الثاني اللي هو اثنين هني مفتاح الإجابة هني راح أنكي الإجابة الصحيحة ممكن أحط الإجابة الأولى اللي هي الإجابة الصحيحة ممكن إضافة تعليقات على الإجابة ممكن تكون أشياء مساعدة للطالب أني أحطها أو ممكن أني أضيف فيديو أو رابط يساعده في أنه يحدد الإجابة الصحيحة واضغط على تم عشان توضح لي أن هذه الإجابة الصحيحة هني إذا حابة نفس معيات هذه الأسئلة لأنها تكون اختيار متعدد راح أضغط على تكرار ورح أضغط على مطلوب عشان يوضح للطالب أنه لازم يجاوب على هذا السؤال ممكن استيراد أسئلة ممكن أني أخذ أسئلة من نماذج معينة عندي مجرد ما أني أضغط على النموذج راح يطلع لي ممكن أني أضيف عنوان ووظف وأيضا ممكن أني أضيف صورة من عندي من الدسكتوب ممكن أضيف فيديو عن طريق اليوتيوب ممكن أضيف قسم قسم ممكن أني أقسم الكوز مالي كأسئلة موضوعية وأسئلة مقالية ممكن هذا القسم أسمي طبعا راح نسمي هذا القسم اللي هي الأسئلة المقالية وراح يكون عندي السؤال ممكن أن يكون سؤالي من مصادر التشريع الإسلامي ولكن هنا كسؤال مغالي فراح أحط على إجابة قصيرة وراح تكون هنا مفتاح الإجابة أني أكتب الإجابة اللي هي القرآن الكريم لو حطيت علامة صح راح يفعل لي أن أي طالب يكون فيه قرآن كريم إجابة فيها قرآن كريم راح يحط لي علامة صح ولكن لو شلتها رايح أسيب لي كل الإجابات قلط لو أحاب أضيف تعليقات عليك الإجابة مثلا حاب أحط لهم أشياء مساعدة عن طريق الفيديو أو عن طريق الرابط ومن ثم أضغط على حفظ وشم راح أحط له نقطة راح نحط عليه درجتين مثلا ومن ثم نضغط على تم وراح يوضح لي أن وضح لي أن الإجابة الصحيحة ممكن أكرر نفس نوعية